نيوسف فوز مهمة زي ما بنقوله بنأكد النادي الآلي بيدخل كل المباراة بظروف مختلفة بإمكانيات مختلفة لكن النهاردة كان مطلوب الفوز ومطلوب الأداء حاببتقولي النهاردة عجب مشاركة طبعا المباراة مهمة جدا ويعني مفيش أي مجل التفريط يعني النهاردة 3 نقاط مهمين جدا كل المباراة ب3 نقاط مهمين الدور لسه طويل اللي أنا عايز أقوله النهاردة أن أنت في سلسلة المباراة المضغوطة كل 3 ايام بتلعب كل 3 ايام بتلعب الحمد لله النهاردة دينا أن نحن نحرز هدف مبكر في الدقيقة 20 ثم بعد ذلك الهدف الثاني يمكن ضربة الجزاء وضطرت شوية هدت أمل للدخلية أن هما يرجعوا لمباراة بدأوا يضغطوا شوية لكن الحمد لله الهدف الثالث صناعة حسين الشاحات لجرالدو خلص على المباراة 3 نقاط مهمين لكن مش عايزين ندي الأمور أكبرنا حجمها مهمة جدا أن نحن نفكر إن شاء الله في اللي جاي يوم 4 وعشرين مع الجونة مباراة قوية ومباراة مهمة وبرى ملعبنا هتبقى خطوة إن شاء الله نكسب أكيد بجانب الفوز والأداء نحن نشوف عودة أكتر من لعب الشيخ بيرجع مروان بيرجع أكيد أمور فنية مهمة بنسبة مروان بقاله فترة طبعا كان رجع من الإصابة النهاردة يعني خد فترة ودي حاجة من الإيجابيات الكويسة جدا كل إن شاء الله اللي جاي فتحي جايه وأزاره وليد سليمان وعشور ونجيب بص جايلك اللعيبة إن شاء الله يعني شغلين إن شاء الله الفترة اللي جاية هتبقى فيها عودة كمان أكتر من لعب ودي مهمة جدا عشان تقدر تشتغل في تدوير بريحية أكتر من كده وفي نفس الوقت تبقى محافظة على النتائجك ومحافظة على الأداء بتاعك نتمنى إن شاء الله الأمور تمشي أحسن ولسه الدوري طويل وأفركيا برضو دخلة معانا يعني عارف عندك كم مطشط كبير محتاج كل الناس يعني لسه الدوري طويل ده نازم أتكلم على النقطة دي لكن الناس بتقول الدوري بأيد والآله لكن بالنقاط وبالظروف وبالجدول وبالكلام ده الدوري لسه في الملعب والنفس الطويلة كابتن نيسي في الأرض لسه 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 لأ يعني الموضوع لسه انت بتتكلم في أسابيع كتيرة وعدد نقاط كبير والمتغيرات بتاعت الكرة سريعة جدا فخلينا نكون يعني في دوريات كتيرة وفي سنوات وموسم كتيرة عادة مش عايزة أتكلم بالتفصيل لكن الموضوع لسه فيه شغل كبير يعني مطلوب من اللعيبة إيه ورسالتك أخيرا اللي يقومين لخلي الفترة اللي جاية تركيز النهاردة عملنا مباراك وإيسا نشايف إن سيدنا الأمور بشكل كويس جدا كنا ممكن حتى بعد الهدف التاني كمان كنت أتمنى إن إحنا نجيب التالت ورابح سنة الشاحات جات له كرة اللي لمها حلوة قوي واخدها لجوة وفتح لنفس الجون كنت أتمنى إن يحطه بشماله في البعيدة لكن هو يعني اتبهش يعني فيها سنة كوة شوية فطبعا اتلعبت فييد صبحي لحت لنا أكتر مفرصة كنا ممكن نخلص لكن الحمد لله في النهاية يخدنا التلات نقاط الحمد لله الله يبارك فيك حميز من بارك أكيد للكابتن محمد يوسف وأكيد اشتركوا في القناة